السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور عمر عبد الرحمن الحمادي المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات وإجراءات التعامل مع مرض كوفيد-19 نستعرض معكم بعض الإحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي خلال ستة أيام بداية من 25 نوفمبر ولغاية 30 نوفمبر الجاري تم خلال هذه الفترة إجراء 767637 فحص على مستوى الدولة وبلغ عدد الحالات المؤكدة 7495 حالة وبناء على ذلك يبقى معدل الحالات الإيجابية من أجمال الفحوصات 1% بذلك يكون هذا المعدل الأقل مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي الذي بلغ فيه المعدل 11.6% الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغ فيه المعدل 6.8% دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي بلغ فيها المعدل 8% شهدت هذه الفترة تسجيل 4638 حالة شفاء ومجموع الوفيات لهذه الفترة 13 وبذلك يصبح معدل الوفيات 0.3% وهو من أقل النسب عالميا مقارنة بكل من الاتحاد الأوروبي الذي بلغت فيه النسبة 2.3% الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي بلغت فيه النسبة 2.4% دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي بلغ فيها المعدل 2.5% الأخوة والأخوات تحدثنا في إحاطات سابقة عن آلية التطعيم وطريقة عمله وكيفية وقايته للإنسان السليم وحماية أصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة والمضاعفات نستعرض معكم اليوم بعض من الأهداف والنتائج المرجوة للتطعيم على المدى القريب الأولوية القصوة في الفترة الحالية هي توفير وتطوير التطعيم آمن العالم كله يواجه الجائحة نجاح تطعيم من جانب الفاعلية والأمان في أي مكان في العالم هو نجاح للإنسانية جمعاء ضد هذه الجائحة ويجب الاستفادة من كافة التجارب والخبرات لصالح الصحة العامة في العالم ستتوفر في الفترة القادمة مليارات من الجرعات لتطعيم مرض كوفيد-19 حول العالم وقد أطلقت دولة الإمارات مبادرة ائتلاف الأمل من أجل الاستعداد لتسهيل ودعم وتوزيع ستة مليار جرعة من التطعيمات حول العالم مع رفع هذه القدرة إلى 18 مليار في نهاية عام 2021 وذلك استشعار من القيادة لأهمية تحمل المسؤولية العالمية يتم حاليا إعطاء اللقاح في المرحلة الأولى لخط الدفاع الأول لكونهم أكثر المعرضين للإصابة من غيرهم ولكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في بداية التجارب لا يتم إعطاء التطعيم لفئة الأطفال والحوامل إلى حين التأكد من الأمان ومن ثم يتم توسيع نطاق التجربة لكي تشمل الفئات الأخرى لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي مهمين جدا في تقليل انتشار الفيروس إلى الآخرين أما التطعيم وهو الوسيلة والسلاح الذي سيقاوم الفيروس عند دخوله جسم الإنسان فمواصلة الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع حملات التطعيم مهم جدا من أجل الحد من الجائحة وعند نجاح عملية الاحتواء على مستوى المجتمع وعلى مستوى العالم فإن فوائد التطعيم المرجوة ستكون بعيدة المدى حيث من المأمول أن يقلل انتشار الفيروس بالتدريج خلال الشهور والسنوات القادمة حتى الوصول إلى الهدف الوقائي الشامل هناك عوامل عديدة تتطلب تحقيق الوقاية منها وجود مناعة عند نسبة من السكان للوصول إلى المناعة الجماعية ضد الفيروس بحيث كلما حل المرض في مكان ما فإنه لن يجد أمامه سوى جهاز مناعة مستعد لمواجهته وهكذا سيحاصر وينحسر من حولنا الأخوة والأخوات يومنا الوطني مناسبة سعيدة وعزيزة علينا جميعا ننتظرها بفارغ الصبر سنحتفل هذا العام في ظرف استثنائي وبطريقتنا الخاصة التي تضمن لنا سلامة جميع أفراد المجتمع من صغار السن إلى كبارهم لذلك نهيب بجميع الأخوة المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الاحترازية فلا نريد أن تتحول أيامنا الوطنية إلى مخالفات وتهاون في الإجراءات الوقائية تؤدي نتائجها إلى حصول عواقب وخيمة نراهن على الوعي والإيمان بأهمية الالتزام بالإجراءات فحدود الاحتفال تنتهي عند وجود خطر باكتساب العدوة حتى لو كانت فرصة حدود ذلك قليلة فلنجعل من هذه المناسبة ذكرة جميلة ندخل بها العام المقبل ونحن نضع أثقال الجائحة خلفنا كل عام أنتم والإمارات بخير ونتمنى لكم قضاء إجازة سعيدة وآمنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا